كل عزمة بمواصلة القتال نصلي جميعاً من أجل مقاتلين في المعارك هناك في قطاع غزة ومن أجل البلاد والوطن مواطني إسرائيل أنا وأعضاء كابينت الحرب التقينا اليوم وتحدثنا طبعاً تداولنا حول كل المخطوفين الذين يجب أن نقوم بإعادتهم من هناك من قطاع غزة طبعاً هو رئيس الوزراء يذكر تفاصيل حول الظروف الصعبة التي يعيش هناك المخطوفون في قطاع غزة تقريباً في ظلام دامس ومعاناة مؤلمة علي أن أذكر كما يقول قبل عدة أيام فقط لم أسمع منظمات حقوق الإنسان المنظمات الإنسانية أو المنظمات الأممية لم أسمع صرختهم أين أنتم؟ هكذا أسألهم صمتتم لأن الحديث يدور عن نساء يهوديات أريد أن أقول هذا فعلاً بلغة يفهمها جميعاً طبعاً يوجه كلامه إلى منظمات حقوق الإنسان المنظمات الأممية نفس الرسالة يوجهها باللغة الإنجليزية لماذا صمتتم؟ أين كنتم؟ طبعاً يخاطب رؤساء الوزراء القادة حول العالم ويطالبهم بشجب كل ما يحصل للمخطوفين طبعاً يتوجه لعائلات المخطوفين الذين ما زال أعزاؤهم يحتجزون في قطاع غزة قلت للخط للعائلات المخطوفين أننا لا ندخر أي جهد من أجل إعادة المخطوفين المحتجزين حالياً في قطاع غزة بالمقابل نقوم بفحص كل معلومة حتى معلومة صغيرة الكل حالياً اهتمامه منصب على هذه القضية نعمل كل ما بوسعنا من أجل إعادة كل مخطوفة محتجزين حالياً في قطاع غزة إلى إسرائيل طبعاً بشأن كل قرار قضية إعادة المخطوفين موجودة في مركز الاهتمام طبعاً يتحدث عن إحدى المخطوفات التي تم الإفراج عنها من أسر حماس في قطاع غزة طفلة صغيرة تبلغ من العمر ست سنوات عادت إلى هنا وهي إعادة من جديد إلى الروضة إلى معلمتها وطبعاً تحتضل المعلمة في منظر جداً طبعاً يتحدث عن إحدى المخطوفين الموجودين في قطاع غزة طبعاً يعود بدكرة إلى ما حصل في السابع من الأكتوبر الماضي يستذكر كيف أن عناصر حماس قامت باختراق السياج في منطقة الشجعية نحن سنحاسب كل من قام باختطاف مواطنين إسرائيليين أو قام بأي أعمال مثل اغتصاب أو أعمال عنف ضد المخطوفين لن نسامح ولا نصح هكذا يقول رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو سنحاسب كل عناصر حماس بما في ذلك الذين ينشطون في جنوبي قطاع غزة الأرض اهتزت فعلاً في خان يونس في جباليا على وقع المعارك والقصف الكثيف لسلاح الجو القيادة المركزية لحماس مقاتلين يحاربون ضد القتل ويجيرون معارك وجهاً لوجه ويقضون على المخربين على مدار الساعة في كل معركة يدنا العليا نحن نحارب حتى النهاية سنحارب حتى الانتصار التام مقاتلين ومقاتلاتنا هم تجسيداً للإصرار إصرار الأمة كلها ولكن لكل هذا ثمن باهظ كل فقدان يكسر قلوبنا ويعتصرها بن زوسمن سقط في المعارف في غزة وكان محارب بن سلاح الهندسة ومقاتل وهو رياضي متميز ومعبن سقطة أربعة أصدقاء من نفس مدرسته في الكدس عنيف شبيرا وهو محارب في النحل أنقضاء صدقاءه بعد أن تصدى لسبعة قنابل سفقدنا صدقاءه أريال رايخ من المدرعات شيدمن ودفير برزاني رحمهم الله هو أيضاً مقاتل من سلح المضلات أقول لعائلتهم أقول للعائلات العزيزة عزيزة لكل أبطالنا أعزائكم أعزائنا لم يسقطوا هباء سوف نحارب سوية وسوف نقضي على حماس سوف نحارب حتى النصر حتى نحصل على كل أهدافنا إعادة مخطوفين القضاء على حماس والضمان بأن لا تكون غزة مهددة لإسرائيل أبداً سوف نقضي على كل من يمول ويساعد المخربين وكلمة إضافية على اليوم بعد حماس غزة يجب أن تكون منزعة السلاح ولتكون غزة منزعة السلاح يوجد قوة واحدة يمكنه أن يضمن ذلك وهذه القوة هي جيش الدفاع الإسرائيلي ولا أي قوة دولية يمكنها أن تفعل ذلك رأينا ما حصل عندما جلبوا قوات دولية من أجل نزع السلاح لست مستعداً بأن أغمد عيني وأقبل أي تسوية أخرى أقول لسكان غزة أن تخرج من أماكن الحرب وأقول لأصدقائنا في العالم من هنا الذين يضغطون لإنهاء الحرب بسرعة الطريق الوحيد لإنهاء هذه الحرب وأن ننهيها بسرعة تنع حاسمة ضد حماس لإنهاءه للكضاء عليه إذا أراد أصدقائنا أن نقصر أمد الحرب فوهذه حرب ضد الهمجية يجب أن يكون يصمد إلى جانبنا أقول لهم بالإهليزية وبكل اللغات كيف معنا كيف مع إسرائيل وكيف مع الحضارة مواطني إسرائيل في زياراتي الميدانية ألتقي مع المحاربات والمحاربين أبطالنا أبطال الجيش الشرطة والشباك واحد من المقاتلين أرئيل تحدث معي من فوق دبابته في غزة في دبابته والدبابات الأخرى يجلسون معا متدينين وعلمانيين يهود وغير يهود من اليسار ومن اليمين كلهم معا يحاربون كلهم لديهم نفس الروح روح الوحدة روح الصداقة والانتصار في بداية عيد الحنوكة سوف نستذكر بطولات المكابيين حينها والمكابيين لهذه الأيام بمعيتهم وإن شاء الله سننتصر